في العراق لا تزال الصورة التي تحاول الحكومة الحالية رسمها عن تحسن الخدمات الطبية والبنية التحتية منقوسة ومغايرة للواقع الذي يئن تحت وطأة الإهمال هنا في ردهات مستشفى الأورام السرطانية في البصرة يفند الناشطون مرة أخرى ادعاءات وزير الصحة الحالي بعدم وجود طوابير انتظار في المستشفى التي قال إنها تقدم خدمات أفضل من مستشفيات بريطانيا في مستشفى الأورام بالبصرة وثقوا عدم وجود قائمة انتظار قائمة الانتظار أقل من 24 ساعة ثقوا هذه ما موجودة في أي مستشفى بالعالم ثقة يشير الناشطون وأهالي البصرة إلى أنها غير موجودة أصلا في محافظة تعاني على جميع الأصعدة وينعكس ذلك على صحة أهلها بدءا من الغاز المنبعث من المصافي مرورا بالتلوث الناتج عن رمي مياه الصرف الصحي بالأنهار في وقت تنطفد السلطات المحلية غضبا عند تذكيرها بما يجري ويؤكد نواب عن البصرة أن الإمكانيات المتوفرة لمعالجة الأمراض السلطانية في المحافظة والنسبة المرتفعة لا تفي إلا بـ 45% من حاجة أهلها في ظل تسجين 190 إصابة جديدة بالسلطان شهريا ذلك بحسب مركز الأورام السلطانية في البصرة تلك المحافظة التي تحولت وأهلها بحسب مراقبين لضحايا جشع الحكومة وإهمالها للتنمية من جهة وتجاهلها من جهة أخرى لإنهاء خطر المواد المشعة والتي استخدمتها قوات التحالف بقيادة أمريكا وضربت بها البصرة خلال العقود الأخيرة